اشتركوا في القناة بعد تساع مفهوم الأمن الشامل أصبح للمرأة البحرينية دور مهم في مجال العمل الشرطي حيث استطاعت الشرطة النسائية النهوضة بالمهام والواجبات التي أسندت لها ضمن منظومة أمنية متكاملة هدفها الأساسي حفظ أمن الوطن تم تأسيس الشرطة النسائية في نوفمبر عام 1970 ابتدى في ذاك الوقت بتعيين ضابطين من حملة البكالوريوس على المجتماع ومن بعدها توالت التعيينات للضباط والرتب الأخرى كان يقتصر عملهم على العمل على قضايا المرأة وقضايا الطفل بشكل عام وأعداد تقارير عن الأطفال الجانحين مع النهج التي تنتهج وزارة الداخلية حاليا أصبحت المرأة البحرينية العسكرية موجودة في جميع الإدارات تلاقيها في العمل الميداني وتلاقيها في العمل الإداري الشرطة النسائية ابتدت بمكتب صغير وحاليا صارت إدارة عامة للشرطة النسائية تحتها أربع إدارات اللي هم مركز رعاية الأحداث، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة العمليات وإدارة التدريب يعود تأسيس الشرطة النسائية في مملكة البحرين إلى الأول من نوفمبر عام 1970 حيث تمكنت خلال هذه المسيرة الزمنية الممتدة أن تسجل حضورا يشهد به الجميع في أكثر من مجال أمني من بينها خدمة المجتمع ورعاية الأحداث والسلامة المرورية وكذلك حماية الشخصيات والقدرة العالية للنهوض بالمهام الميدانية وتحقيق بطولات دولية من بينها التفوق المتميز الذي حققه فريق وزارة الداخلية لعاصى قياس الخطوات العسكرية تعتبر مملكة البحرين في مقدمة الدول العربية التي أنشئت جهاز شرطة نسائية في عام 1970 ولله الحمد استطاعت المرأة البحرينية أن تثبت جدارتها وكفاءتها العالية من خلال مشاركتها الفعالة في دعم مسيرة العمل العسكري فالعنصر النسائي اليوم أصبح في كل قسم من أقسام مزارة الداخلية أما فيما يتعلق بالعنصر النسائي التابع لحماية الشخصيات الهامة يقوم بحماية وتأمين حياة الشخصية الزائرة إلى مملكة البحرين تطورت مملكة البحرين وتطورت معها مهام الشرطة النسائية وأصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية فاليوم المرأة البحرينية أصبحت في جميع أقسام وإدارات وزارة الداخلية تباشر عملها بجنب الرجل بالنسبة للأكاديمية الملكية للشرطة فهي مؤسسة تدريبية تضم عدد من الكفاءات التدريبية النسائية القادرة على تقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل للعنصر النسائي وذلك من خلال المناهج العلمية والتدريبية والدورات العملية وذلك ليتم تخريج عدد من العنصر النسائي المؤهل والقادر على الأنخراط في السلك العسكري وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمجتمع حفلت مسيرة الشرطة النسائية بالإنجازات المستمرة حققت ما كانت تصبو له من مراكز ومناصب مرموقة فيما يستمر الطموح والأمل في تحقيق المزيد والأفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر